اللهم صالح و سلم و بارك على سيدنا محمد و مرحبا بكم اليوم باش نحضر مبعاثنا خبزة البرتقال مش خبزة باش كوتو البرتقال كما تشوفوا هكا ما شاء الله كما تعرفوا توا موسم البرتقال نستغلوا الموسم هذي و نستغلوا البرتقال نستغلوا في برشة حاجات و ندخلوه في اكلتنا و نجمو كما تعرفوا يعني نستغلو كما قلت لكم نستغلو في برشة حاجات هذيه هكا اليوم عملت البشكوت وهذيه ما شاء الله راه جاف و ريحه ما نحكي لكمش ان شاء الله تجربوا الوصفة نتعدوا للمقادير و طريقة التحذير اخذيت الصحفة حتيت فيه اربع حبيت بيض و نضيف عليهم رشة ملح و نضيف عليهم كاس سكر الكاس اللي عمرت بيه كل شين يعني اللي كيالت بيه كل شين يهزلي ميتين و خمسين ملي لتر عندي كاس نقص شوية سكر من حبيش تجيني حلوه برشة عندي قشور برتقال بالطبيع هذو كقشور اللي جففتهم المرة اللي فاتت و دي ما نستعمل فيهم ما نحكي لكمش على الريحة ما نكثروش منو على خاطر يجينا هكي يحرق شوية لقشور البرتقال نعم مغرفة يعني مغرفة قهوة ملينا نقعد نركض حتى اللي يذوب السكر و من بعدي نبدا نضيف في باقي المكونات بشوية بشوية هما اربع مكونات فماش حاجة كبيرة يعني كاس زيت كاس سكر كاس عصير البرتقال خميرة و اللي بتبيعه و اللي مو بالفارينة يعني والعظم ما مش حاجة يعني المكونات هكا كما تشوفهم متوفرين في كل بيه و موجودين ارتل و نقول احنا برتقال يعمل لنا هذيك الطبيق اربع و لخمسة كايبات نعصرهم باتباخ ذيت هذيك الكاس صبيت الكاس لو الزيت و الكاس الثاني عصير البرتقال و طوى نبدأ اللم بالفارينة و ننضيف الخميرة 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 ضفت باقي و نصف خميرة حلويت يعني كل 15 جرام مرحبا بكم حبيبيتي و متابعيني و متابعاتي اللي تابعوا فيا و اللي نضافوا القناتي نقول لكم عسلمة و مرحبا و الف مرحبا مرة اخرى مرحبا بكم ان شاء الله نكون ديما عند حصن الظنم تاعكم هنا نقعد نضيف الفارينة نخلط على الول بالفوية و من بعديك ان ندخل يدي و نبدأ نلم باللعجينة في ايدي يعني مش مش نعجنو احنا جيزة نلمو كما البشكوتو ريتو البشكوتو مش نعملوها صويبا انا مرنيش مش نعملو صويبا مش نعملوها كطريقة خفلف يعني و انا نحبه في نفس الوقت هذيك البشكوتو هذيه اللوج على البشكوتو الزمني اللوج على الريحة الزمنية اللوج على الحاجات الزمنية اللي اللي فقدناها ياسر بصراحة في مطبخنا و الحاجات اللي ما تلقاهيش ما عادتش موجودة اندثرت يعني اندثرت هكا هو هكا نحاولو هكا بنجتهدو باش نعملو حاجات زمنية شوية كما تشوفون هنا كملت الكيلو كامل فارينة بالنسبة للفارينة السوائل هذو ما اخذيه معايا كيلو فارينة كامل ما خليت هيش يبسأ و خليتها تتلصق البات يلزمها تكون تتلصق باش يجينا البشكوتو متاعنا خفيف و ميجي ناش معجن يعني مكبد و نقولوا احنا المكونات حارة عظم كاس زيت كاس برتقال كيلو فارينة باكو نص خميرة رشة ملح هذيك الطبق اخذيتو اه ودهنتو بالزيت و حصيت هذيك البات تمتلي صبيتها في وسط الطبق نسمحها و نحلها على كبر الطبق نخذيت الطبق متاع هذيه 30 على 35 موش كبير برشة ما نحباش تجيني جويدة منحبو يجيني هكا عالي يعني المرسوم متاع البشكوتو عالي الى الهلالله محمد رسول الله ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم كيما و قلتلكم مرحبا بيكم مرة اخرى في قناتي نورتوني و شرفتوني و ان شاء الله ديما نشاء الله يجبلكم المفيد و الهنم توا حذرت باش ندهن شوية العجينة متاعي من فوق بشوية حليب و باش نبعديكم باش نرشفق منها هذيك الجلجلين انا عندي جلجلين ابيض باش نعملو قلتلكم راني اللوج على هيك النقهة الزمنية متاع قبل جلجلين ابيض انتو ما تنجموا بالتباعة تعملوا لوز تعملوا نواة كوكو تعملوا جلجلين احمر المهم انا المتوفر عندي هكا و ديما نقلكم اللوج على هذيك البشكوتو الزمني اه عملت جوية جلجلين ابيض لا عملت اصفر متاعها ضم لا حتى شينك معنيتها شوية حليب بدنت بها من فوق و عملت جلجلين و دخلتها للفور التيب على 220 درجة و خرجت ما شاء الله ندكم و ما نشاهيكم ان شاء الله ها يعجبكم الفيديو متاع اليوم بطبيعة متنسونيش في لايك و اللي اول مرة يشوف قناتي نقل وفضلا نشترك وفعل الجرس باش يوسلك كل جديد و هذي هكا معنيتها التبيق متاعنا الفور حتي تو يسخن بطبيعة من قبل ما نبدأ نحذر و هذي هكا البشكوتو متاعنا ما شاء الله هذيك الريحة ميليا الدار توا باش نقصوا باش نقصوا بطبيعة لتم نقصوا الحجم اللي تحبوا عليه انا بالنسبة للي انا قصيت اطباق في زوز يعني على زوز و من بعديكا باش ندور نقص صويبع صويبع هذيك البشكوتو بالنسبة للبشكوتو هذي انا نحبه كما قلتلكم عالي و نحبه كبير شوية يعني مع هكا كويس جي في اللي عشية ما شاء الله نودكم و ما نشاهيكم نحبكم تجربوا الوصفة و تخليوا لي كومنتر و نحبكم تشجعوني بارشا لايكات باش الفيديو يطلع و يشوفوه اكثر عدد ممكن من المتابعين و نحبكم في اللي اه ما تبخلوش عليا كما نقول لكم اذا تنجموا تبرتجيوا الفيديو بينحبي بيتكم و صحيباتكم باش ديما نقدم و ديما نجيب لكم جديد و باش يطلع الفيديو متاعي كما قلتلكم و يشوفوه بارشا 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 متابعين اجدد و نقص اذيو كلا لتبيق هذيكا قاعد نقص فيها مورسويت مورسويت كما تشوفو هكا و الا جرون و لا كل واحد كيفاش يسمي حاصيلو ما شاء الله يعني جا خفه و ريحه بنينه مازال سخونة و جيزة هكا انا نحب نقصلكم باش تشوفوه معنيتها تنجموا تخليوا هيبرد اما انا ما كم تعرفوا يعني ديما لزمني معنيتها نكمل نصور باش نحضر لكم الفيديو و يلزمني ما نتموش بارشا نطول باش نخليه و انتم من المستحسن معنيتها تخليوا هيبرد حتى على الاخر و تقصوها باش ما يجيش قمشا متفترش و الا كي تقصوه ما يتكسرش معكم الجرن كما تشوفو لهنا هذي يا هكا الشكل انهي امتاع الجرينات و الا الصوبع البشكوت و امتعنا شوفو ما شاء الله هذيكا الريحه و هذيكا الخفه و البنه ما نحكي لكمش حاصيلو انا صغاري بالنسبة اللي ينشيخوا به قالوا لي ماما يعطيك الصحة فيه نستنى رأيكم و نستنى تعليقاتكم و نستنى تجيعاتكم وهذه هكا البسكوية متاع اليوم و الفيديو متاع اليوم مش بسكوية هو باشكوتو احنا نسميه هنا باشكوتو باشكوتو بالبرتقال اول مرة نعمل الوصفة ما شاء الله جيت بنين على الاخر اه جربوها و متندموش مكوناتها متوفرة موجودة في كل البيت معنيتها ننصحكم البرتقال كما تعرفوا توى موسم البرتقال يعني ماذا بكم ديما تحطوا تعملوا حاجات معنيتها دياري لصغيراتنا و حاجات ننفعو بها ارويحنا و هذي هكا البشكوتو متاعنا نودكم و من شاهيكم استنى و الوصفة بتبعك ينقولوا باشكوتو و احنا عملني بالبرتقال حذرت معهم شوية جي يعني عصرت البرتقال و عبيته في في الكرافي ذيكا و حذرته و العشية باش ننشربو اكل البشكوتو مع العصير ديما نقولكم نحبكم في الله استنيوني في فيديو جديد و وصفة جديدة و باي باي و بسلامة اشتركوا في القناة